اعتقد النادي الاهلي بيتعامل بشكل مختلف انا قلت المرة اللي فاتت انا مع فكرة ان انت تضم كل لاعب يقدر يديك فرصة اقوى في الاسكواد والاسكواد بتاعك خصوصا مع التعدد بتاع المنافسات ان النادي الاهلي بيخطها ولكن مهم جدا انك لا تغضع للابتزاز بمعنى ان النادي الاهلي يأخذ على عاطق فكرة انه هو حاليا بيتعامل مع بعض الاندية اللي بتشوف ان النادي الاهلي يدخل في صفقة يبقى بتلاتة يبقى بعشرة وده فكرة غريبة جدا وبعدين سمعنا بقى في الاعلام كلام كتير بقالوا سنوات عن ضبط اسعار اللاعبين انا بقول ان النادي الاهلي حاليا وحده وانا اعني الكلمة دي النادي الاهلي وحده هو اللي بيتولى فكرة ضبط اسعار اللاعبين بمعنى ايه انا لاعب كويس شايفه فعلا يقدر يفيدني شايفه لعب ايجابي ما بقللش منه بس هو لعب عنده مثلا سنه متجاوز مثلا 25 سنه ملوش مشاركات دولية ملعبش فريق حقق بطولات ما تدركش في مراحل المنتخبات المختلفة كل ده بيخلين اقول ايه اللاعب ده كويس يجي عندي بس بكذا انت بقى بتيجي تقول لي لأ كذا ده عشر عشان انت النادي الاهلي اقولك شكرا خليه عندك لان اللي هوفره ده لازم ابص ان انا بتارجت محترفين اجانب كلاس اقدر ما اطلع من بي يبقى ايه من سي يبقى بيه ده اللي انا اعمله وفي لعيبة انا اقدر كمان اعيد بيعها لان شوفنا كتير جدا من لعبين المصريين بعد ما انت حتى بتجي تخرجه في صفقات تبادولية بيقولك لا انا عشان هنا لازم اقف عند لعب زي باجي لعب زي بواليا اللاعبة دي يا جماعة وحتى مكسوني لعبة لما جات تخرج قالت لك شوف انا كمان اه عايزة مصلحتي اكيد بس كمان انت كنادي اهلي تستفيد ازاي عايزة تخرجني فين جاي عروض منين وانا ما عنديش مشكلة لا شوفنا البعض مقدمش للنادي الاهلي حاجة وبيساوي من نادي الاهلي فبالتالي انت مهم جدا تكون خدت الدرس ده مهم جدا ان انت لا تدفع بس اوجه الصرف ان انت بتدفع في الحبتة اللي ده القيمة بتاعتها ده القيمة اللي لما افتح لعب زي سافيو انت جبته الناس بتقول لك استجبته انت ممكن ما تعرفش تجيبه بعد كده ممكن يتباع ممكن يروح فريق تاني بس اللاعب ده قيمته التسويقية على ترانسفر ماركت او قيمته التسويقية عموما المقدرة لها كان هتلاقيه قريبة من اللي انت جبته بيها انما لاعب تبقى قيمته التسويقية سيما مئة الف دولار او مئة الف غورو مئة وخمسين وتلاقيه مطلوب فيه عشرين وثلاثين مليون جنيه لا طبعا ماينفعش انا كنادي اهلي اجيب اللاعبين بهذا الشكل ماينفعش النادي الاهلي يتلوي دراعه لان النادي الاهلي اصلا عنده اقوى سكواد في افريقيا وعفكرة جماعة احنا مش عشان في قناة الاهلي بنقول كده انت قيمتك التسويقية ما تقرب من ثلاثين مليون اورو اقرب منافس ليك يكاد يوصل لتمنتاشر مليون او عشرين مليون فالجاب كبير جدا لان فعلا الاهلي ما عندهش دراع يتلوي ولان النادي الاهلي فعلا عنده افضل سكواد في افريقيا وانا قناعاتي الشخصية ويمكن ده اللي اتكلمنا فيه الموسم الماضي تحديدا وقلنا ده اللي لازم نمهدله الطريق انت لما خسرت الدوري الموسم الماضي كان جزء اه بالتأكيد خاص بالنادي الاهلي ولعبي النادي الاهلي والتعامل داخل اطار النادي الاهلي ولكن كان جزء كبير جدا من منظومة كرة القدم خارج النادي الاهلي وده اللي يمكن اكد عليك كابتن محمول خطيب وتحديدا في ضغط المباريات فنجوم الفريق وقعت حاليا بنشوف لعبين كتير جدا بتخرج من معسكر المنتخب تروح تأدي مباريات اكيد هنتكلم عن النقطة دي لكن بنوضح ان السنة اللي فاتت كان فيه ضغوط للعبين كبار صدقوني اللعيبة دي مع الموسم القادم ان شاء الله بعد فترة الراحة مع معسكر مع مدير فني نأمل ان شاء الله انه حق انجازات مع النادي الاهلي هيكون الوضع المختلف واللي بيلوي دراع النادي الاهلي مش هيلاقي دراع للنادي الاهلي عشان يتلوي سواء كان لعبين او ان دي طامحة انها تحقق يعني كل مكتسباتها من خلال النادي الاهلي واسم النادي الاهلي الكبير بناء على ضغط جماهيري على ادارة النادي الاهلي او ظنن ان فيه نقص في قائمة النادي الاهلي والاحتياج شديد انا شايف ان الاحتياج للمحترفين والمحترفين قادرين باختيار بعناية انهم يصنعوا الفارق ويدوا الاضافة مع النادي الاهلي